اشتركوا في القناة من جنود الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو ويعني جند بسيط قادر على أن يفتك في البشرية وقادر على أن يدخل إلى كل الدول المتقدمة والغير متقدمة بلا إذن يخترق كل الحدود البرية والجوية والبحرية ويستطيع أن ينتشر هذا الانتشار وأن يؤثر كل هذا التأثير على مستوى العالم الحقيقة فيه كثير عبر نستطيع أن نستقيها من هذا الفيروس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياه وكل أهلنا وأقربائنا وأحبابنا وكل وطننا وأن يشفي كل مريض في كل العالم باستثناء المرضى الصهاينة الله يردهم لكن ما دونهم يعني نسأل الله أن يخلصنا من هذا الفيروس بأقل الخسائر خاصة على مستوى وطننا وأمتنا الحقيقة نحن من الواجب علينا وفقا لفهمنا لشريعتنا الإسلامية أن نجنب أنفسنا قدر المستطاع وأن نأخذ بكل أسباب الوقاية من هذا المرض وهذا الأمر أصبح جزء من شريعتنا يعني أنه الآن الأخذ بالنظافة الشخصية وحن أصلا شريعتنا تنص على النظافة ولكن الاستزاد من ذلك وموضوع الحجر والإسلام وحضارتنا الإسلامية وهذا لنا الفخر فيه أنه إحنا من قبل 1400 سنة تقريبا عملنا حجر صحي يعني هذا شيء رائع إذا إحنا شفنا الصينيين بلشوا في أوهان والآن في إيطاليا عم بعملوا حجر صحي على مستوى أقاليم بلاد الإسلام وضعت الحجر الصحي وكان جزءا من حضارتنا الإسلامية وعندما أخبر أبو عبيدة عمر بن خطاب بأن الكورونا ذاك الوقت الطعون افتك في الشام وبالتالي تجنب الذهاب إلى هناك وقال له هل تفر من قدر الله فكانت الإجابة التاريخية الحقيقة والتي فيها العديد من المعاني نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله يعني نذهب من قدر الله إلى قدر الله كله قدر الله سبحانه وتعالى ولكن نعم نفر من المرض ونحاول أن نجنب أنفسنا الإصابة به طبعا يعني هذا الجند البسيط فما بالكم لو يعني الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى باستخدام جنود أقوى شوي كل هذه الحضارة الإنسانية وكل ما توصل له البشر خلال آلاف أسنين وكل هذه الثورات التكنولوجية والتطور وكله جنود بسيطة من جنود الله قادر على أن تنسف كل ذلك ببساطة يعني وشوفوا العالم الآن شو بيصير فيه يعني شوفوا العالم شو اللي بيصير فيه بدي أحكي لكم عن العالم ولكن خلينا في الأردن أولا نبدأ بالأردن وبعدين نروح للعالم الأردن بحمد الله يعني صراحة لو بدك تحللها وحاولنا نحللها خلال كل حلقات الماضية ومع مختصين وأطباء وفي مختلف المجالات إنه ليش الأردن ما فيها انتشار كبير لهذا الفيروس أنا أبدأ ريحكم الإجابة هي كرم الله علينا كرم الله سبحانه وتعالى علينا الله يعطيهم العافع كل اللي بذلوا جهود من جهات رسمية وغير رسمية للوقاية من هذا المرض ولكن هذه الجهود لن تكون شبيهة بأي جهد بذل لا في إيطاليا ولا في كوريا ولا في الصين ولا في غيرها من الدول يعني على مستوى كل أوروبا وفرنسا الآن ويعني نحكي عن آلاف من أكثر من 100 ألف أصابهم الفيروس وأيضا ألاف بضع ألاف من اللي توفوا بسببه ونحن لغاية الآن عندنا إصابة وحدة وإن شاء الله أنها تتماثل إلى الشفاء وعندنا 80 حالة في الحجر الصحي يعني أمور كثير تحت السيطرة هذا كرم من الله كرم من الله سبحانه وتعالى علينا فقط غزة سبحان الله غزة المحاصرة برا وجوا وبحرا يعني هذا الحصار أول فائدة له أنه جنبها هذا المرض والانتشار هذا المرض لأنه أصلا لا حد بيجيهم من إيطاليا ولا من الصين ولا من إيران ولا من غيره يعني أمورهم أصلا هم منعزلين وهذا الحصار كان الفائدة له أنه جنبهم هذا الفيروس أيضا كان لافت بالنسبة للأرقام بالنسبة للأرقام وانتشار هذا المرض بالمناسبة تركيا تركيا على مساحتها الشاسعة وعلى حدودها بين أزيا وأوروبا والمرض يعني من كل مكان وكل الظروف اللي بتمر فيها تركيا ولكن لغاية الآن ولا حالة ولا حالة بفضل الله الله يحفظها ويحميهم أخواننا الأتراك وإيطاليا بالمناسبة انتشار المرض في إيطاليا بهذا الحجم برضو ما له تفسير يعني ليش معنا إيطاليا يعني ليش ما كانت ألمانيا ليش ما كانت فرنسا ليش ما كانت هولندا يعني ليش معنا إيطاليا هذا الانتشار يعني أنا ما وجدت تفسير يعني بحاثت كثير ليش إيطاليا طب وليش الأردن لا وليش تركيا لا طب وليش إيران هيكسر فيها يعني إيران بالمناسبة اللي صار فيها إنها صارت مصدر من مصادر هذا المرض وافتك هذا المرض ونال من شخصيات كبيرة على مستوى النظام السياسي الإيراني هذا دليل قدش انتشر على المستوى الشعبي يعني منحكي عن المستشار الخامنئي ومنحكي عن المستشار الرئيس الإيراني ومنحكي عن وزراء ومنحكي عن النواب ومنحكي عن علماء ومراجع دينية عندهم كلهم هذا علماته بسبب هذا الفيروس ونائب وزير الصحة ونواب يعني صاب المسؤولين كان لافت صاب المسؤولين حتى في إيطاليا رئيسية الأركان رئيسية الأركان الإيطالي أصابوا هذا المرض رئيس البرتغال رئيس البرتغال نفسها قال أنا بحاجر صحي من هسه من باب الوقاية الكل يعني على أكثر من مستوى للحقيقة كان لافت عندنا في الأردن بالإجراءات اللي إحنا قمنا فيها الإجراءات أنا مع أنه يعني نثق في مؤسساتنا وفي وزارة الصحة وفي الجهات الرسمية وإن شاء الله أنه يعني ربنا يعينهم على إدارة هذا الملف بشكل جيد وخاصة على مستوى الحدود وضبط الحدود ثم على المستوى الداخلي إحنا نتعامل كما كنا نتعامل مع جيش أو نتعامل مع خطأ كما كنا نتعامل مع داعش نضبط حدودنا ونضبط جوه الخلايا النائمة جوه نفس الشيء هذا الفيروس سبحان الله أنك تضبط الحدود وأنك تضبط الداخل الآن على مستوى الحدود وقف التنقلات بيننا وبين السعودية دراسة الوقف أيضا إغلاق الجسور مع الضفة الغربية المطارات فيه إشي ممنوع يدخل فيه إشي بدو يروح على الحجر الصحي في المتوشفيات فيه إشي بدو يروح للحجر الصحي في المنازل حجر في المنازل وهذه معلومات جديدة عرفناها يمكن أول شيء كان البعض يستهزئ إنه شو حجر في المنزل ولكن هذا إجراء موجود على المستوى العالمي في بعض الدول الآن حجر في المنازل طيب عشان ما ينتشر يعني المرض لكن قبل اللكن كنا حابين كثير ندعم الموقف الرسمي وكثير نشجعهم وكثير نقويهم وقلنا في بعض التقصير اللي هو يعني عملنا خيبة أمل وحكيت الأسبوع الماضي قصة إنه حالة وحدة عنا والعزل حالة وحدة وروح نحطه بغرفة فيها صلاصير يعني كانت مؤذية وهو اللي حكى هو اللي يعني شهد هذه الشهادة ولا أحد يعتقد أنه يعني لا سمح الله أنه يكذب أو هو في هذا المرض وفي هذا الوضع مش بيصدد أنه ينشر إشاعات يعني فيه إشاعات لأنه كثير انتشرت لكن لما حكى المصاب الوحيد اللي في الأردن عن وضعه إنه صراصير وإنه فيش مي ساكن وإنه الدورات صحية قذرة وإنه كذا هذا الأمر صراحة صلاب لنا خيبة أمل فكيف لبعدين لما نعرف بعض التصريحات بعض التصريحات من وزارة الصحة اللي بتقول بأنه العزل اليوم تكلفته 1200 دينار طب هو 1200 وفيه سراصير وفيش مي سخنة على إيش الـ 1200 1200 دينار تكلفة العزل وبعدين حكونا أنه تكلفة الحظر من 120 إلى 180 يعني متوسط 150 دينار الحظر اللي هو الآن فيه 80 واللي هو فيه 220 إجمالاً دخلوا وطلعوا وظل الآن 80 برضو مبالغ كبيرة يعني أوتيل الخمس ونجوم بمئة وخمسين بتاخد أحسن غرفة وخدمات وبوفي مفتوح وكذا طب إحنا شفنا شو الوضع الحظر يعني في المستشفى البشير أو المستشفى حنزة يعني وشفنا فيديوهات وسمعنا شهادات وإحنا كلنا عارفين كاشفين الطابق وعارفينه يعني المبالغ كثير مبالغ فيها 1200 تقولي على العزل و150 على الحظر أو الحجر طيب طبعاً هذه التكاليف زي ما حكونا مرة عن أحد المسؤولين إنه تكلفة السجين الأردني 750 دينار يعني طب يا ما نحنها السجن وهي كلا عاد كل الشعب الأردني يريدو يروح يعني معدل النفاق على السجين أكثر من معدل النفاق 80-85% من أبناء الشعب الأردني يعني أرقام مبالغ فيها طبعاً هما إيش بيقسموا؟ ما بيقسموا بس أو ما بيحسبوا بس إيش الخدمات اللي تقدم للسجين ولا اللي بالحجر ولا اللي بالعزل وإنما هما بيحسبوا كل شي تكلفة مثلاً في موضوع الآن الصحي تكلفة الأطباء تكلفة الممرضين تكلفة الكهرباء اللي في المجتشفى تكلفة المياه اللي في المجتشفى تكلفة الأكل الشروب الأواعي كذا كذا كله بيحسبوا رواتب الأطباء ورواتب الممرضين وباستجن رواتب حق المبلغ اللي بندفع على المبنى على الرواتب على الحراس السجن على كذا 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 كله بدهم يحسبوه وبعدين يقسموه على عدد النزلاء في السجن فبطلع 750 وهذا شامل كل المبالغ الهدر واللي مش هدر يعني ونفس الشيء على المستوى الصحي لكن أنا ما بدي أدقيق بس على الموضوع المبالغة والأرقام لا أنا بدي أحكي عن شغلة وهي شغلة مهمة يعني بتحكي عن اللغة لغة الخطاب بينها إحنا بيحكي عن حكومة يعني الحكومة بتحمل جميلة للشعب اللي بصير هو تحميل جميلة هذا الأسلوب أسلوب خاطئ وما بتتبع الدول اللي يعني تحترم وتقدر نفسها وتقدر مواطنيها الدول اللي المحترمة اللي بتقدر المتقدمة الراقية بتقدر نفسها وتقدر مواطنيها ممكن تحكي عن إنه إحنا خصصنا المبلغ الفلان اللي مواجهة هذا المرض يعني أما ما بتقول كل مريض قداش بيكلفها هذه تحميلة جميلة هذه تحميلة جميلة ومنة يعني بدي أحكي لفلان وعلا أنا قداش بتفع عليكم يعني لا ما بسير يعني لغة خطاب غير موفقة حقيقة غير موفقة أنا بقول والله أنا ترمب قال أنا رصدت كذا مليار عشان أواجه المرض ماشي يحكي لنا هسا إذا المبلغ متواضع أو إذا إحنا بدنا نقعد كالعادة نطلب نحكي عن أرقام عشان نشهد عليها وناخد أموال يعني مش مقبول مش مقبول وهذا السمعة اللي صارت عند المواطن أردن يقبل غيره إنه إحنا بس شغل موضوع اللاجئين نحكي قديش بيكلفنا اللاجئ وقديش كذا عشان ناخد فلوس من النظامات الدولية يعني الأمر بصراحة مزعج اشتغلوا هذا الشغل ما حدا بيقول ما تشتغلوه بس بطريقة وبأسلوب يحفظ كرامة الأردن ويحفظ كرامة الأردنيين مش بأسلوب تسول أسلوب التسول غير مقبول يعني هذه ما عليها خلاف وهذا الأسلوب هو أسلوب تسول إنه أقول قداش بيكلفني المريض لا يعني حتى موجود بعض الدول الأخرى العربية ودول شقيقة ودول كبرى ودول أد الدنيا يعني برضو لما سمعت إنه فيه دعم صارت تحكي عن الحالات أكثر وأكثر اللي كانت مخفية عن العدد الحقيقي للحالات الموجودة عندها أتحدث عن مصر اللي أول قرارات قبل ما يتم الإعلان من نفس الدولة المصرية عن الحالات صار فيه كثير دول تعمل حظر للسفر من مصر معنو مصر ما أعلنت ولكن لعدم الثقة بالقرار الرسمي المصري ولعدم الثقة بإنه مقادرين على أن يديروا هذا الملف ولأنه في غير الكورونا أصلا فيروسات مستمرة على مدار العام في مصر لا تستطيع الدولة أن نتعامل معها بسبب الفقر بسبب التلوث ما علينا لكن الفكرة بينه حابين أنه إحنا بإدارتنا لهذا الملف نستثمر كرم الله علينا بأنه ما انتشر لنا هذا الفيروس ونجهز حالنا على الأقل بالأمور البسيطة هذه نكون قادرين على التعامل معها وتصريحات نعرف ما نصرح نعرف اللغة المناسبة لذلك وغرفة نأمنها بشكل جيد يعني مش قصة لغاية الآن غرفة وهذا كيف لو لا صمح الله عندنا ألاف غرف العزل يعني كان موقتها في مشكلة حقيقية إن شاء الله ربنا ما يحطنا في هذه المشكلة ويجنبنا هذا الفيروس الآن في حديث إنه في خطوات استباقية من الحكومة الأردنية يعني إنه والله إذا التعليم لأنه اليوم قطر قطر يعني دولة صغيرة والمصارية ما عندهم مش مشكلة في المصاري يعني أمور المالية وعمر ما سمع ولا عجز ولا مديونية ما بعرفوش هذه المصطلحات ولا مرت عليهم حتى القروض إنه مواطن يروح يتدين ما فيش داعي يتدين لأنه كله ما أمن له وإذا صار ودين من بنك بيجي قرار وبتم إعفاءه من القروض يعني أشياء إحنا إذا تصورناها وتخيلناها رح ننزعج يعني كمواطرين أردنيين للي بيصير للمواطن القطري حتى المواطن الإماراتي نفس الشيء يعني من ناحية هذه الدلال اللي هو عايشه قطر أعلنت اليوم وقف الدراسة يعني في إجراءات السعودية برضو في مناطق معينة وحضر على حجر على مستوى مناطق يعني القطيف وغيره بأنه بيصير فيه حجر على مستوى مدن وهذا اللي صاير في إيطاليا وهذا اللي صاير في الصين وفي كوريا المسألة مش سهلة وهي حاولينا حاولينا بلش هذا الموضوع لبنان تعليق الدراسة فلسطين كذلك الحال فإذن إحنا متوقع لا سمح الله يعني بديش حكي متوقع بس في إجراءات استواقية إنه لو لا سمح الله صار في شيء عنا في الأردن زي دول الجوار إنه يكون عنا إجراءات فبلش الحديث من وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم العالي إنه ممكن يصير فيه دوام أونلاين دوام تعليم عن بعد بدنا نشوف برضه ممكن خلال سيقر حلقة إيش قدرتنا على هذا الموضوع يعني يكونوا الطلاب في المدرسة بالبيوت ويأخذوا الحصص على الكمبيوتر ووزير التربية حتى قال إذا أستاذ على حاجة منحطها على التلفزيون أردن على التلفزيون يعني بصير الحصص الدراسية تطلع على تلفزيون بوقات معين بعرشوا أمكانية هذا هذا الموضوع يعني أنا من تجربة شخصية قريب إلي اللي إيجا من مدينة أوهان في الصين وتوقفت دراسة الجامعية بيأخذ حصص يومية من المدرسين الصينيين أونلاين عساس شوفوا هذا اللي بتعمل الصين يعني الصين التعليم موقف فيها التعليم مستمر ولكن بدل ما يروح على الجامعة الطالب أو الطالبة الآن صارت التعليم أونلاين والتعليم الأونلاين فيه فرق السهل إنك تحط فيديو فيديو حصة والمعلم أو المعلمة يشرحوا على الفيديو لكن الصعب إن يكون موضوع تفاعلي إنه هذا فيديو شريط أي شيء بنعرضه على الواتساب بنعرض ولكن الفكرة إنه كونفرنس يكون فيه شيء تفاعلي الأستاذ يحكي والطالب يسأله وهذا الموضوع هل إحنا قادرين عليه وهذا هو التعليم الحقيقي يعني ما بعرف كيف رح يدم يعني هذا الموضوع شو الخطط اللي بتفكر فيها الدولة الحقيقة في هذا الموضوع على كل حال إن شاء الله ما يصير معنا شيء ولكن لازم يكون في عنا خطط جاهزة في هذا الإطار بدي أنتقل من الأردن للعالم بدي أحكي لكم بعض المعلومات على المستوى العالم وعلى مستوى الاقتصاد العالم الأسواق العالمية الأسواق العالمية هي كانت هي الضحية الأولى لهذا الفيروس وطبعا تعرفوا الأسواق حساسة حساسة بأي شمعة أي خبر بطلع من هون من هون بتتأثر الأسواق تقدير الخسائر في الأسواق العالمية لغاية الآن تعرفوا قديش الرقم مش بالملايين ولا بالمليارات بالتريليونات التريليون ألف مليار التريليون واحد ألف مليار والمليار ألف مليون تشوفوا الرقم ستة تريليون دولار لغاية الآن خسائر الأسواق العالمية من الكورونا تشوفوا الرقم ستة تريليون وهذا خلال أيام وبالضعف خلال أسابيع يعني بالضعف هذا الرقم النفط طبعا صناعة النفط على مستوى التصدير والاستهلاك والإنتاج أسعار النفط انهارت انهيار كبير ووصلت إلى أدنى أسعار على مستوى العقود الماضية و يعني الآن 30 دولار تقريبا سعر برميل النفط وفي طريقه أيضا إلى انخفاض أكثر وأكثر ويسير بالعشرينات قطاع السياحة من أكثر القطاعات السياحة والسفر تضررا خسائر هذا القطاع لوحده 120 مليار تقريبا 120 مليار دولار الآن المطارات في العالم تحولت إلى أن تكون بيوت أشباح يعني المطارات والحركة والحيوية وطيار نازل وطيار طالع ومسافرين وحركة النقل هذا كله تأثر من أكثر الناس اللي خسروا أو القطاعات شركات الطيران شركات الطيران أصبحت يعني مهددة بالإفلاس خاصة الشركات مش العملاقة الشركات اللي شوي صغيرة مهددة بالإفلاس وبالتالي في أن نحكي عشرات ألاف العاملين في هذه القطاعات قطاع النقل وقطاع السفر والسياحة والطائرات مهددين بأنهم يفقدوا وظائفهم شوفوا الخسائر وشوفوا هذه الشبكة طبعا غير أنه في خسائر على مستوى الاجتماعي والسياسي بالنسبة للدول لأن في ملايين ملايين من البشر يعيشوا في حجر صحي شمال إيطاليا 15 مليون 15 مليون حجر صحي مدينة أهان لحالها في الصين 10-12 مليون هذه من البداية حجر صحي عليها ونحكي نحن عن ناس محتجزين نحن عن مئات الألاف محتجزين في أو عشرات الألاف محتجزين في المستشفيات حجر صحي وعزل وكذا هذا كله على مستوى العالم يعني العالم قبل الكورونا ليس كما بعده بعد الكورونا كل العالم تغير وكل العالم تبدل الحقيقة وبدأ أخذ أنا نموذج وبدأ أخذ عن قصة بدأ أرجع محليا بدأ أخذ شيء عالمي ونرجع للأردن بدأ أخذ سعر بين الملي النفط ونرجع للأردن سعر بين الملي النفط الآن 30 دولار حسنا ما بالنسبة لأسعارنا المحلية لا يوجد شيء نخفض ونحن عارفون إذا انخفض البنزين بدأ ينخفض كل شيء والعكس صحيح لكن لدينا فقط أسعار الأكل والشرب والأجرات والتكاسي والمواصلات حتى أجار حلاق صالون الشعر صالون الشعر يرتفع لا يتفع عنه هو المقص يعمل عن النفط لا لكن لأنه كل شيء غيري على الحلاق فالحلاق سيضطر أنه يرفع سعر حلاق بدأ ثلاث ليرات تصبح أربعة أو بدأ أربعة خمسة وهكذا يعني الأشياء المباشرة وغير المباشرة لما إنها علاقة بالنفط ترتفع طيب الآن انخفاض هناك شيء ينخفض في الأردن قلوا لي هناك شيء ينخفض في الأردن هذه كارة تعمل اكتئاب نفسي تعمل اكتئاب أنه لما هناك شيء يجب أن ينبسط عليه أنه نخفض أسعار النفط ونخفض الأسعار نستفيد من هذه الأزمة التي تصير في العالم نحن ممكن نستفيد لأننا دولة مستوردة وليس مصدرة التي تضرر التي تصدر كدولة مستوردة لدينا عجز في الميزان التجاري دائم دولة مستوردة النفط دولة يعني عايشين على الأزمات طيب صار عندنا في أزمة في العالم دعونا نستفيد دعونا نرتاح دعونا نحس أنه هناك شيء انعكس علينا قبل أكم من سنة انعكست أسعار البترول لما انخفضت كانت تنخفض على مستوى الأردن وصل السعر التنكي 7 ليرات 7 دننير سعر تلك البنزين الآن بعدها فوق 14 وشوي طب مش معقول مش معقول احنا كل هذا برميل النفط 159 أو 69 لتر البرميل لوحده طب أنا إذا بدأ أحسبها بحسبة بالورقة والقلم البرميل طبعا بشتمل البرميل النفط بنزين وغير بنزين بنزين وسولر وكاز وأشياء تاعة الطائرات يعني يعني بحسب ببسيطة أنا اليوم حسبت بلغة الأرقام إحنا الآن السعر في الأردن خمس أضعاف السعر العالمي مش ضعف ولا ضعفين ولا ثلاث ولا أربع أكثر من خمس أضعاف السعر العالمي والله يحرم والله يظلو المواطن الأردني يعني فاتورة الكهرباء ونصفت علينا ورفعتوها علينا وضيعتوا القصة وميعتوها بالتحقيقات وباللجان وغالبا ما في شيء رح يصير يعني على المستوى الرسمي إلا إذا الشعب ضغط والشعب زهقان ومش فاضي يضغط يعني مش قادر يضغط مش قادر ينسق جهوده وإنه يضغط وينتزع حقه وإذا شعب ما ضغط وما انتزع حقه وما في حق بيجي ببلاش وغالبا كلها لجان وتشكيلها وتصريحات وكلام بكلام ولن يثمر شيء ولن ينعكس شيء على حياة المواطن الأردني طب سعر العالم انخفض يعني خليونا نعيش خليونا نتنفس خليونا هيك قرار طبعا هسا يطلع آخر الشهر رح يطلع قرار تخفيض أسعار بس شو تخفيض سخيف رح يقول تخفيض سخيف لأنه مع الأسعار عملوها بحجة أن يصير فيه استقرار وأنه هذا لمصلحتنا هيطلع ليس لمصلحتنا لأنه انخفضت الأسعار وانهارت انهارت الأسعار هل رح تنهار الأسعار بالنسبة لنا بالعالم انهارت لكن عنا والله هذا مؤذي هذا مؤذي لنفسية المواطن الأردني أنه نحس أن العالم كله برخص وعنا لا ممنوع الحكومي بدأ تستغلك بدأ تمتص دمك هذا أمر لوحده كفيل لأنه يشعر المواطن بالضروم وبالإضطهاد الاقتصادي لا يوجد إضطهاد سياسي مع أنه يعني فيه معتقلين رأي وفيه بس بدأ أقول أنه لا يوجد ديكتاتورية لدرجة ديكتاتورية بس فيه شيء إضطهاد نفسي إضطهاد نفسي موجود في الأردن من ناحية أنه أنت ما تحشر أنه أنت بتحصل على حقك وأنه أنت العالم ماشي باتجاه وأنه لا مصر أنه أنت تظلك ثابت طب العالم الأسعار تنهار عنده لماذا لا تنهار عندنا لماذا لا ينخفض أسعار النفط وبالتالي ينخفض كل شيء في الأردن هذا أهم من الحزم الاقتصادية وهذا أهم من رفع الضرائب وتقليل قيمة الضرائب 4% أو 2% أو 8% أو ما كان أو حتى 16% لو لغيتك قلها ما أحدا بلتزم ما أحدا بلتزم كله برتفع بس على الانخفاض ما أحدا بلتزم مؤسف مؤسف هذا الأمر والليوم بدنا نتناقش أنه إيش فيه فرص ممكن نستثمرها من وراء الكورونا شوف كيف الناس بتفكر بدنا تتجنب حالها إحنا عندنا ظرف استثنائي بدنا نحاول أنه نستفيد كيف من قدر نستفيد ممكن نتناقش خلال ذلك خلال سياق الحلقة مع خبراء في هذا الإطار بدأ يكثر بهذا القدر نذهب الآن إلى وقفة قصيرة نذهب من بعدها إلى تفصيل في مجموعة من الملفات وعلى رأسها ملف الكورونا فتفضلوا مشاهدين الكرام بالبقاء معنا